قول ما أود المقطع يا حبايب نزلت لكم بقطع على قناتي الثانية اسمها مملكة المشاهير الرابط والوصف وبأول تعليق الخصصة كامل يا حبايب ما الأنس شايب ويهاي اللبنية الخصصة كل الصادمية يا حبايب ونسل الوقت زاف 18 زاف 18 بشكل مطبيعي أحذركم منها سممكن تلحذف بعيد ثانية يعني الرابط والوصف يا حبايب وبأول تعليق الخبر أولي عادنا عن برهوم المعراوي وعيد ميلادة في كل عام تبخير أقبال مليون سنة يا رب طبعا اليوم هو عيد ميلاد برهوم المعراوي فرزا أحسب بالإنستجرام شوي تستوريات ويوي سام تيكت ونحتفالا بعيد ميلادة ونسلوك تستوري اللي بعدها كاتب عليه قاي بسبب ان هو وسام باسم نخدش في الستوريات وطبعا لاتسون يا حبايب نتعودوا بالكومنتات على عيد ميلادة ننتقل حاليا القصة الالتقاء النارية حبايب بين مرتضى أركان ونورمار وقمر طائف فنزلوش في الستوريات نورمار كان ملتقوية مرتضى أركان ونفس الوقت كانوا يهام عباس كون ما حطوكم الستوريات أكون أوعا ما تحقيق واللي هو السبب لهذا الالتقاء اللي صار بين مرتضى أركان ونورمار السبب ان مرتضى نزل هذا الستوري قبل كيوم كاتب بي أخبار جديدة عن تيم الخيالة رح تصدمكم فليأترى رح يصير تعاون بين تيم الخيالة وفريق نورمار مادر الصراحة نكتبوا بالكومنتات وحطوكم الستوريات شوفوها مرتضى الاستاذ مرتضى مع عباس من عداء استاذ ما ليش يعني بينه وبينك سنة وبينه وبينه سنين صح له بابا يلا صح له بابا طبعا غمر 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 غبي وأنا ننتقل حاليا لغيث مروان والتهجم اللي تعرض له بشكل مطبيعي القصة كلها بدأت يا حبايب لمن غيث مروان نزل هذا المقطع على حسبه بالتك توك كان كاتب بي أنه إذا حبيبتي تزلت لي صورة قلت لي أنه لنت بواحة لأحد أنه هو رح يروح بواحة لكل أصدقاء طبعا فكرة يا حبايب هي اللي الضحك مو أكثر أكيد غيث مروان عنده شرف يخاف على شرف فهمت ما يخاف على شرف الناس وكيد ما يسوي هذا الشي ولكن منوضح الناس فهمها بشكل غلط وصارت تهجمون عليه بشكل مطبيعي هذا اللي خلاه أنه هو يطلع ويرد على حسبه بالإنستجرام عن طريق تنزيل هذا الستوري كاتب أنه تمهدلت على الإنستجرام ووضح الفكرة يا حبايب إنه يلضحك مو أكثر وشوفوا الإستوري متابعين على الإنستجرام غير كلية متابعين على تيك توك يعني آخر فيديو نزلته أنا عريل مساء على الإنستجرام كل الناس عليها بتضحك بس على تيك توك سارخيني سلخ من فوق لا تحت ما تخلييني شوية دهل حيدخل في الأهل وفي الدنيا حسيت حالي نسوي شي أنا نسوي شي حكي لك شغلين والله المرأة مهمية ما تحكي شو رأي الله فلتونا يا حباب بالكومنتات شو رأيكم هذا الخبار هو اللي استعقد التهجم اللي اتعرض له أو لا ننتقل على سيرة التهجم يا حبايب اللي هي مريانة غريب اللي كالعادة تبدع بالتهجمات عن طريق تنزيل هذا التيك توك اللي كانت ترقص بي يا حبايب كانت لابسه ما لابس كل شي قصيرة ووراها ولد وقاعدة تهز وترقص هذا شي اللي خلالهم يتعرضون عليه بتهجم بشكل مو طبيعي فاكتونا يا حباب بالكومنتات هل كانت تستحق التهجم اللي اتعرض لطلت له أو لا وبصلاح حبايب لا تنسوا للمقطع اللي زلت على القناة الثانية مملكة المشاهير ممكن ينحذف بأي ثانية الرابط والوصف يا حبايب روح شوفوه وباتتونا يا كوفاي زي ما قلت منك القصاص مع السلامة